قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيانا رئيس الدولة حفظه الله اليوم واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميتي وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مدينة العين كما قدم التعازي إلى دوي الفقيد صاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسمي عضي المجلس الأعلى حاكم راسي الخيمة وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وموساتهما إلى أسرة الفقيد ودويه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته ويلهم أهله ودويه جميل الصبر والسلوان وأشهد صاحب السمو رئيس الدولة بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه والذي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفان وإخلاص على مدى حقوده ترجمة نانسي قنقر